بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَيَّ ضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ هذه الأيام تصادف ذكرى غزوة أحد الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله اهدفاعاً عن الإسلام والمسلمين بعد أن هجم المشركون ووصلوا إلى مشارف المدينة المنورة وفي هذه الغزوة استشهد سيد شهداء أحد حمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليهما أو حدود سبعين من المسلمين وأثخن الكثير بالجراح ونزلت آيات كثيرة حول هذه الغزوة والدروس المستفادة منها الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم لأنه الغني المطلق أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإنما خلق الخلق ليرحمهم وإنما خلق الخلق إلا من رحم ربك ولذلك يعني للرحمة خلقهم لأن الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق الكريم وخلق الخلق لا ينقصه شيء فإذا لم يكن يخلق الخلق كان السؤال لماذا لم يخلق؟ أنت قادر ولا ينقصك شيء لماذا لم تخلق؟ فالخلق ليس لحاجة من الله سبحانه وتعالى إليهم وإنما لحاجة الخلق خلقهم ليرحمهم والمخلوقات والمخلوقات درجات بعض المخلوقات الرحمة العامة شملتهم كالحيوانات الله سبحانه وتعالى خلق من الحيوانات الموجودات الحية الكثير بحيث أن العلم لحد الآن علم الأحياء اكتشف ستة ملايين نوع من الحيوانات طبعا أكثرها من الحشرات ولا زال في كل عام العدد يزداد هذه ستة ملايين نوع عد كل نوع يمكن في ملايين أو مليارات من المصادق الجزئية هذه الموجودات الله سبحانه وتعالى رحمها بالرحمة العامة يعني خلقها وألهمها ما يصلحها مما يفسدها يعبرون عنها بالغريزة لذلك هذه الحيوانات من اليوم الذي خلقت إلى يومنا هذا على وطيرة واحدة تدرك ما يصلح أمرها وما يفسد أمرها وتدافع عن نفسها لم يعطها العقل لكن أعطاها هذه الغريزة بالرحمة العامة هذا هم حدها الله سبحانه وتعالى يرحمها بالرحمة العامة أيام سنوات قلت أو كثرت تعيش ثم تفنى السهل في يوم القيامة ترجع كل الحيوانات أو بعض الحيوانات هذا بحث آخر وإذا الوحوش حشرت ثم ماذا يكون مصيرها هذا كبحث ثالث والله سبحانه وتعالى حبى الإنسان بالعقل وجعله مختارا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها لماذا؟ لأنه هناك قابلية لأن تكون هناك رحمة خاصة لهذا الموجود هذه الرحمة الخاصة لا تنال إلا بالاختيار وبالعمل ضمن الدائرة الصحيحة لأن الله سبحانه وتعالى رحيم لكنه حكيم أيضا ووضع الرحمة في غير موضعها هذا نقص الإنسان يمكن واحد يكون رحيم لكن أن ترحم من لا يستحق الرحمة هذا خلاف الحكمة وحكمة الله سبحانه وتعالى من صفات الذات والرحمة من صفات الفعل وصفات الفعل تابعة لصفات الذات لا يعقل أن يكون هناك تناقض بين صفة الفعل اللي هي الرحمة مع صفة الذات اللي هي الحكمة الله سبحانه وتعالى حكيم لذلك إذا حينما أراد أن يرحم بالرحمة الخاصة هذه الرحمة الخاصة يلزم أن تكون حسب الحكمة في الموضع القابل الموضع القابل إنما يكون الموجود الذي باختياره يترقى إلى مدارج الكمال فكان خلق الإنسان مختارا لكي باختياره يختار الخير ويتكامل ويترقى لكي يصل إلى مرتبة يستحق الرحمة الخاصة الرحمة العامة وسعت كل شيء رحمتي وسعت كل شيء لكن الرحمة الخاصة فسأكتبها للذين يتقون الرحمة الخاصة فسأكتبها رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها هذه في الآخرة هذه الرحمة الخاصة فإذن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه ذا عقل وجعله مختارا لكي يصل إلى تلك الرحمة الخاصة ذيك الرحمة الخاصة لها طريق في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذا يعبدون الهدف الأدنى الهدف الأقصى الرحمة لأن العبادة طريق إلى كمال الإنسان لكي يستحق تلك الرحمة الخاصة زيان ففي ضمن دائرة الحكمة الإنسان المختار الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصله إلى الدرجات العالية ضمن الحكمة لازم ليكون الأمور في الدنيا كلها على حسب رغبة المؤمنين لأنه إذا الدنيا كانت للمؤمنين دائماً ما يبقى بعد واحد كافر كان يبطل الامتحان إذا الكافر لا يتمكن من النيل من خيرات الدنيا بمجرد أن يؤمن ينال من خيرات الدنيا كان يبقى واحد كافر لا فلذلك الله سبحانه وتعالى ضمن دائرة الحكمة لم يجعل أمور الدنيا على حسب رغبات المؤمنين بعض الأحيان القليلة المؤمنون لهم اليد العليا وغالب الأحيان الكافرون وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى في ضمن هذه الظروف الصعبة يتبين الإنسان الذي هو حقيقة مؤمن الإنسان الذي يرجح رضا الله سبحانه وتعالى على رغباته الشخصية الإنسان الذي حقيقة يريد أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى ويطيعه إطاعة حقيقية فلذلك يشوف الدنيا في تقلب وغالبا إلى أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الكفار والمنافقون والانتهازيون هم الذين يمتلكون المال والسلطة والقدرة بحيث أن المؤمن في دولهم يعاني من اضطهاد من تشريد من قاتل من استئثار عليه في السلطة في المال في كل شيء في إحدى الدول الغنية أحد الحكام ولحد الآن هم موجود حسب ما نقل بعض الأخوة من تلك الدولة هذا عنده عمال يشتغلون عنده زيان والناس في تلك الدولة لأنهم من أكثرية مؤمنين مضطهدون في كل شيء مضطهدون قسم منهم حمامي ليشتغلون في الأسواق هذا الحاكم أو هذا مثلا الوزير أو رئيس الوزراء عنده عمال في بعض الأحيان ما يحتاجهم ما عنده شغل يرسلهم إلى الأسواق ليشتغلوا في الحمالة ويزاحموا الحمال المؤمن يعني حتى بهذا المقدار يزاحمون المؤمنين حتى في القوت القليل لأن الحمال المسكين ما الذي يحصل هكذا ينفيض لهذه الظروف لماذا الله سبحانه وتعالى قدر هكذا لماذا ذكرناه حتى يتبين المؤمن الواقعي حتى ينال الرحمة الخاصة والدرجات العالية هذه قسم من الناس الله سبحانه وتعالى استفاهم هذه درجتهم غير قابلة للوصول إليها الأئمة الأنبياء هؤلاء إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هذه درجة لا يمكن لأحد أن ينالها لكن ما دون ذلك درجات كثيرة بين السماء والأرض واحد يكون مثل المقداد بن الأسود الكندي رضوان الله تعالى عليه ومثل سلمان ومثل أبي ذر ومثل عمار واحد يكون مؤمن عادي جدا بحيث أنه يكون له أدنى درجات الجنة مثلا هذا بعد مو باستفاء من الله سبحانه وتعالى وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الأفراد في اختبارات صعبة واحد ينجح بالاختبار واحد شوية ينجح واحدهم يسقط والدرجات كثيرة إذا تبين ذلك طبعا هذا مفصل في علم الكلام وعلم معارف يذكر احنا اختصرنا لأن الغرض ذكر موضوع غزوة أحد إذا تبين ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأعطى الإنسان العقل حتى الإنسان يسير على الطريق الصحيح لأن العقل وحده ما يكفي العقل مرشد وأدات وكاشف لكن العقل يحتاج إلى علم العقل وحده ما يكفي لأن العقل شنو هو سؤال العقل القوة أو الملكة التي يمتلكها الإنسان ترشده إلى الخير وتمنعه عن الشر هذا هو العقل لذلك في مثل معاوية في الحديث الشريف الإمام يقول معاوية ما كان عنده عقل ذلك الشيء اللي كان عنده شيطنة النكراء شبيهة بالعقل وليست بعقل ليش؟ لأنه ليس من العقل أن واحد يكسب دنيا أيام قليلة عشرين سنة أربعين سنة ثم يخسر آخرة ليست لها نهاية في قعر جهنم يكون هذا مو من العقل لأن العقل هو الذي يجلب إلى الإنسان النافع ويدفع عنه الضرر هذا هو العقل هذه الملك إذا الإنسان ما عنده علم ما يدري أن هذا مضر إله عقله لا يقول له أترك هذا الشيء لأنه ما يدري أنه مضر أو فيه نافع إذا ما يدري أن فيه نافع عقل لا يقول له أنه افعله لأنه لا يعلم فالعقل وحده ما يكفي يحتاج إلى علم إذا أنت جالس في مكان وخلفك خطر عظيم أعقل العقلاء إذا جالس في ذلك المكان إذا ما يدري أن خلفه خطر عظيم يهرب لا صحيح هو أعقل العقلاء لكن لأنه ما عنده علم ما يهرب وتصير الحادثة ويتضرر فإذن العقل يحتاج إلى علم زيان العلم شلون يتحصل عن طريق الأنبياء عن طريق العلم مقصودنا علم الدين يعني ونحصر بهذا الطريق لذا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل وأيضا أرسل الأنبياء وكملهم بالأوصياء لكي يكمل العقل بالعلم فلذلك هذا كان الغرض من بعثة الأنبياء وأمير الممين عليه الصلاة والسلام يقول ليثيروا لهم دفائن العقول فإذن العقل بحاجة إلى علم والأنبياء هم الذين يأتون بالعلم علم الدين يعني هذا المقصود صحيح بعض الأنبياء جاءوا بعلم الدنيا أيضا لكن هذا شغلتهم الأساسية شغلتهم الأساسية الهداية علم الدين ذاك أمر تابع فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فآمن من آمن وكفر من كفر ونافق من نافق والرسول صلى الله عليه وآله معصوم مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى لذلك الرسول صلى الله عليه وآله الشيء الذي كان يبينه للناس سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا كله صحيح مية بالمية حتى في أمور الدنيا معصوم المعصوم لا يخطئ فضلا عن المعصية فلذلك غزوات الرسول صلى الله عليه وآله كانت ضمن التخطيط الحربي الصائب مئة بالمئة لكن التخطيط الحربي الصائب مئة بالمئة إذا لم يقترن بإطاعة الناس يفشل التخطيط يفشل مو المخطط هو الفاشل لا المخطط مو فاشل التخطيط لا يصل إلى النتيجة يعني مثلا إذا الطبيب جاء في مكان شخص أن هذا الشخص حالة خطرة وعلاجة منحصر بالدواء الكذائي وصف للوصفة لكن هذا المريض لم يستعمل الوصفة ومات هنا الطبيب فاشل لا طبيب مو فاشل ناجح لأنه أعطى الوصفة الصحيحة هنا المريض هو الذي كان فاشلا لكن النتيجة أن هذا المريض مات لعدم إطاعته لذلك أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام مثلا هذا بين قوسين في فترة حكمة كل البرامج كانت صحيحة قطع النظر عن الجانب الإلهي حتى الجانب السياسي كلها صحيحة بس شنو سبب اضطراب الأمر؟ عدم طاعة الناس في معركة صفين مثلاً مع أن جيش معاوية كما يقول ابن أبي الحديد كان ضعف جيش الإمام أمير المؤمنين يعني جيش أمير المؤمنين كان خمسين ألف واحد تقريباً جيش معاوية كان مئة ألف واحد وجيش معاوية كان أكثر تنظيماً لأنه دول كانوا ورثة الرومان بالأساس الحضارة الرومانية لكن جيش أمير المؤمنين حينما كانوا يطيعون أمير المؤمنين أصلوا إلى نتيجة بحيث أنه معاوية ركب فرسه لكي ينهزم في معركة صفين لكن حينما خالفوا وانخدعوا زين النصر الذي كان على مشارف كانوا على مشارفه طار من أيديهم لماذا؟ لأنه خالفوا زين هل هذا إلى سابقة؟ نعم إلى سابقة في غزوة أحد في غزوة أحد التخطيط الحربي لرسول الله صلى الله عليه وآله كان تخطيط دقيق جداً المسلمون كانوا سبعمائة واحد يعني هم بالأساس كانوا ألف واحد ثلاثمائة واحد هذا المنافق عبد الله بن أبي قطعهم من الجيش ورجعوا إلى المدينة بقوا سبعمائة شخص وعدتهم أقل المشركون كانوا ثلاثة آلاف واحد وفي رواية خمسة آلاف واحد يعني أضعاف مضاعفة من عدد المسلمين وعددهم وعدتهم أكثر واندفاعهم أقوى لأنه كان الحالة الانتقامية يردون ينتقمون لقتلاهم في بدر لكن الرسول خطت تخطيط جداً دقيق تخطيط الحربي أولاً اختار مكان اللي ظهر المسلمين يكون الجبل حتى المعركة تكون من طرف واحد كان هناك ثغر بين الجبلين جعل على هذا الثغر خمسين واحد من الرمات حتى لا يصير هجوم من الخلف وبدأت المعركة والمسلمون انتصروا في الجولة الأولى لكن ما الذي حدث أكثر الرمات يعني 38 واحد منهم تركوا الموقع طمعاً في الدنيا في الغنيمة فظهر المسلمين انكشف فهجم المشركون في القضية المعروفة وقتلوا الاثنعش واحد كانوا اللي بقوا من الرمات وحاصروا المسلمين من جان جانبين وأكثر المسلمين انهزموا وراحوا على الجبل وقسم انهزموا وراحوا إلى المدينة واحد منهم شرد إلى أن وصل إلى البحر الأحمر ثلاثة يام يركض وتصور المشركون أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل حمزة رضوان الله تعالى عليه ومثل بجسده من جملة التمثيل ليس فقط إخراج كبده قاطع أصابع يده ورجله وأذنه وأنفه بحيث أن هند جعلت هذا كقلادة على على كل حال على جيدها أصابع حمزة وأصابع إيده ورجله وأنفه إذن بهذه الطريقة إذا أنتم بين قوسين تشوفون ذولا الآن الحركات الإرهابية السلفية في العراق في سوريا يفعلون ما يفعلون من تنكيل من قاتل من قطع الرؤوس من انتهاك الحرومات ما كان منكر إلا فعلوه يعني شنو تتصور من منكر فعلوه هذا لم يأتي من فراغ هذول ذول سلفهم بعض سلفهم نفس الشيكان يفعله واحد اللي سلف هند سلف خالد بن الوليد الذي فعل بمالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه ما فعل وقد كان شهد رسول الله لمالك بن نويرة الجنة غدر به قتله قطع رأسه وجعل رأسه من أثافي القدر الذي يطبخ عليه لأن القدر عندما يردون يطبخه لازم يخلون على أثافي أثافي هذه الأحجار الذي توضع تحت القدر بحيث أنه النار يكون جعل رأس مالك بن نويرة أثفية من أثافي القدور ورؤوس أصحابه كذلك وهم العامة ينقلون في كتبهم كرامة لرأس مالك بن نويرة أنه لم يحترق رأسه مع أنه أثفية للقدر وأشعل النار تحت القدر لم يحترق رأسه لكنهم أولين الكرامة أنه كان كثير الشعر مثلا وهذا الشعر منع من احتراق وجهه وثم انتهك حرمته فما هي القضية المعروفة هذا خالد بن الوليد لمن يصير هذا سيف الله المسلول وطبيعي أنه يتبعونه هناك بعض يقول غارب واستعمار وكذا صحيح الغارب والاستعمار موجود يستفيد لكن هذه عقيدتهم هذا سلفهم عندما يصيحون السلف الصالح السلف الصالح تسأل من السلف الصالح ما يذكر لك حمزة ما يذكر لك جعفر ابن أبي طالب ما يذكر لك علي ابن أبي طالب ما يذكر لك المقدار ما يذكر منه معاوية هذا هالشكل بعد انتوا بعد شايفيهم أكثر من عدنا وهند التي فعلت ما فعلت وأبو صفيان الذي فعل ما فعلت هذه الوحشية جاءت من هناك طبعا جهات تستغل هذه الوحشية يشوفون واحد وحشي مزيلا يستغلوا وهذا طبيعتهم إذا نرجع إلى كلامنا المشكلة وين صارت في مخالفة هؤلاء لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وحدث ما حدث زيلا لماذا الله سبحانه وتعالى لم يمنع أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى صحيح الإنسان مختار لكن أكثر المقدمات خارج عن اختيار الإنسان أكو قضاء أكو قدر أكو إمضاء أكو مشيئة أكو سبعة أمور قبل اختيار الإنسان واختيار الإنسان جزء هذا هم بين قوسين يعني إذا أنت مننا خرجت إلى الحرم الشريف ألف خطوة مثلا إذا 999 خطوة منها لم تكن باختيارك إلى أن وصلك إلى باب الحظرة بالإكراح الخطوة الأخيرة باختيارك إما أن تضع يد رجلك في الحظرة أو لا تضع يد رجلك فأنت وضعت هل دخولك في الحظرة يكون باختيارك أم لا باختيارك صحيح 999 خطوة لم تكن باختيارك لكن خطوة واحدة عندما كانت باختيارك العمل يصير اختياري إحنا أعمالنا الذي نعملها قبل هذه الأعمال أكو مشيئة من الله أكو قضاء أكو قدر أكو إمضاء أكو أمور أخرى في الحديث لا يكون شيء في الأرض إلا بسبعة لكن أكو جزء أخير جزء الأخير اختيارك فلذا أعمالنا تكون اختيارية لكن قبل أن نختار الله مقدر الله قاضي الله شاء زين الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان إحنا نريد أشياء لا تتحقق لماذا؟ لأن الله لم يشأ أو الله سبحانه وتعالى كان يرتب الأمر بكيفية ينتصر المسلمون كما كان في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة يعني مو ذل عن هوان يعني ضعفاء لأن الذل في اللغة العربية إلى معنيان أو مصداقان ذل عن هوان والذل عن ضعف أو ذل عن تواضع عندما الآية تقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة عندما تذهب إلى والدك أو والدتك وتتواضع لهما الآية تعبر عن هذا التواضع بالذل هذا مو ذل عن هوان لكن ذل عن رحمة المسلمون في غزوة بدر كانوا أذلة أذلة يعني ضعاف لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كيف الله سبحانه وتعالى أرسل ألف من الملائكة وفي معركة أحد الله وعدهم أيضا بإرسال الملائكة ولكن بشرط وعدهم ولكن بشرط التقوى والصبر لم يتقوا لأن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر خالفوا أمر الرسول من أكبر الكبائر لم يصبروا من أكبر الكبائر لذا الله سبحانه وتعالى لم يرسل الملائكة لنصرتهم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون الأيام هكذا يوم لك ويوم عليك أنت يوم تعلم هو يوم يعلم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فإذا المؤمن شاف مصائب مشاكل ابتلاءات وهذه دائما موجودة الله سبحانه وتعالى يختبر الناس كلمة البلاء هي بالأصل بلوة بالأصل معناها نقول ثوب بالي ثوب بالي يعني شنو؟ يعني قديم بحيث أنه هذا الثوب لكثرة لبسه بانى الجلد من تحت ذلك الثوب هناك بعض الأقمشة جدا رقيقة بحيث أنه الجسم يتبين من تحتها القماش إذا استعمل كثيرا يتآكل بحيث أنه يظهر تحته هذا يسمى الثوب البالي البلاء هم سمي بلاء من هذا الباب لأنه يظهر مكنون الإنسان في الرخاء الكل احنا مؤمنين مسلمين كذا هاي في قضية غزوة أحد إحدى الآيات وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول بدرجات شهداء بدر فمجموعة من المسلمين كانوا يتمنون أنه يا ليد كنا في بدر أو يا ليد كنا نقتل في بدر زيان صارت أحد نفس ذول اللي كانوا يتمنون الشهادة أول المنهزمين كانوا أول الفارين وقت الادعاء الكل يدعي يمكن الكلهم يتمنى ماكو واحد ما يتمنى أن يكون عنده درجات رفيعة بس البلاء يعني إظهار المكنون الواقعي بعض الأحيان الإنسان هو هم يعرف نفسه لأن النفس خداعة تخدع الإنسان تخدع الإنسان فالإنسان بعض الأحيان يتصور من نفسه غير الواقع وين يتبين الواقع؟ في الامتحان فيبلوى الواقع ويبلوى أخباركم يعني يظهرها فالله سبحانه وتعالى قدر هذا ولم يمنع عنه لأنهم بسوء اختيارهم فعلوا ما فعلوا والمؤمنون أيضا ابتلوا لأن اللي ينهزموا وخالفوا أكثرهم ما نقتلوا شردوا اللي نقتل منه كان اللي صمد يعني ذول 12 من الرومات قتلوا لأنه 38 واحد خالفوا أمر الرسول وحمزة وغير حمزة قتل لأنهم صمدوا والبقية شردوا راحوا على الجبال يعني الرسول كان يناديهم يا فلان يا فلان يا فلان ارجع هذا حتى ما يدير وجهه أصلا حتى يسمع إلى كلام الرسول ولا يشوف الرسول في هذه اللحظات تتبين الواقع الآن إحنا المؤمنين نشوف هالمصائب وهالمشاكل وهلكذا البعض يبيع دينه يمكن لو ما كانت هالمشاكل ما كان يبيع دينه لأنه بعض الناس بالنتيجة يحبون الإيمان ويحب التدين وهو متدين لكن تدين إلى مرحلة اللي لا يصاب في دنياه لا يصاب في جسمه لا يصاب في أقربائه إذا وصل إلى هذا المرحلة الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم يعني يحب الدين بس يحوط حوله ما يدخل داخل فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم والتمحيص هو القاء الذهب في النار لينفصل الخبيث من الذهب لأن الذهب المغشوش يخلطون بينه حاس أكثر من اللازم أو مواد أخرى فإذا أرادوا يخلصون الذهب من تلك المواد يذيبونه حسب ما يذكرون في العلم الحديث درجة ذوبان الفلزات الأشياء الحديدية تختلف فكل ما وصل إلى درجة نوع من هذه الفلزات تضاب فينفصل الذهب عن غير الذهب هذا يسمى تمحيص الله سبحانه وتعالى في القرآن استعمل هذه الكلمة هذه الكلمة في اختبارات المؤمنين تمحيص يعني مو فتشي سهل لا فتشي صعب فلذلك على الإنسان أنه ينتظر البلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ليش؟ لأن لهم الدرجة الأعلى كل ما تكون الدرجة الأعلى قابلية الرحمة الخاصة أكثر يحتاج له إلى اختبار أقوى أشد الناس بلاءً؟ الأنبياء أنت الآن طالب الصف الأول الابتدائي الامتحان اللي يمتحن غير الطالب الجامعي ليش؟ لأن الطالب الجامعي يراد إعطاء شهادة هذا الطالب الابتدائي يراد تعليم الألف والباء لذلك ذاك امتحان يكون أصعب من هذا الأنبياء امتحانهم أصعب من غيرهم أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل كما في بعض الأحاديث الشريفة فلذا أولاً الإنسان لازم المؤمن ينتظر الامتحان دائماً البلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا البأساء في النفوس الضراء في المال والجسم يعني مشاكل نفسية صعوبات نفسية وصعوبات جسدية أو مالية مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله هذا مو اعتراض هذا تشوق دعاء فلذا إذا نريد نصل إلى الدرجات العالية في الحديث الشريف أن الله لا يخدع عن جنته الله حكيم واحد لا يقدر يخدع الله سبحانه وتعالى فلذلك يحتاج إلى انتظار البلاء أولاً ثانياً النجاح في البلاء مثلاً في غزوة أحد جامع ثبته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ثباتهم حول الهزيمة إلى ناصر ذكرت قبل أيام البعض يتصور أنه غزوة أحد المسلمون انهزموا فيها كلا الحرب كانت جولات الجولة الأولى انتصر المسلمون الجولة الثانية انهزموا الجولة الثالثة انتصروا لأن المشركون بعد أن تصوروا أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله قفلوا راجعين إلى مكة بعدين اجاهم الخبر أن الرسول لم يقتل فأرادوا الرجوع إلى المدينة فجاء الوحي إلى رسول الله أن ينطلق إلى المشركين والرسول أمر أنه من به جراحة فقط مو كل واحد لأن ذلك اللي ما بهم جراحة ذلك المنهزمين جانوا إذا مر انهزم مرة ثانية هم راح ينهزم الذين بهم جراحة هؤلاء يأتون وفي الأحادث أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت في جسدي ستون جراحة بحيث أن بعض الجراحات حينما كانوا يضعون فيه الفتيل كان يخرج من الطرف الثاني يعني جراحة في جنب جراحة أخرى اليوم كنت أقرأ حديث شريف أنه عدة الجراحات التي كانت على جسم أمير المؤمنين حينما كانوا يغسلوه فبلغت ألف جراحة يعني أثر جراحة ألف أثر جرح حتى في غزوة أحد في بعض الروايات ستين وفي بعض الروايات تسعين على كل حال فخرجوا هؤلاء وهم مثخنون بالجراح إلى منطقة اسمها حمراء الأسد فبلغ الخبر إلى المشركين أن المسلمين جايكم فخافوا المشركون وقفلوا راجعين إلى المدينة النتيجة الحرب انتهت بانتصار المسلمين لكن انتصار بثمن باهض جدا سبعين واحد من خيارة المسلمين قتلوا أربعة من المهاجرين والبقية من الأنصار فنزلت هذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا شأن نزول هذه الآية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأرادوا أن يخوفونهم من الالتقاء مع المشركين مرة أخرى فإذن الله سبحانه وتعالى يختبر الأنبياء الأولياء المؤمنون لكن الإنسان لازم يكون بمستوى الاختبار والكون بمستوى الاختبار بيد الإنسان هو مو لحظة واحدة وإنما هي مراحل الآية الشريفة تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تشوف واحد يصلي ويرتكب الفحشاء ويرتكب المنكر كيف إن الصلاة لم تنهاه مع أن الآية تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر جواب أنه مراحل الفحشاء والمنكر درجات بعض الصلوات تنهى عن الدرجة الكبيرة ما يقتل لكن يرتكب غيبة تهمة كذلك وبعض الصلوات تنهى عن حتى الصغائر من الذنوب الإنسان إذا يريد يوصل إلى هذه الدرجة يحتاج لمراحل طويلة وهذه المراحل الطويلة بيد الإنسان يعني كل يوم صلاته إذا يلتزم بيها في أول وقتها بشرائطها بآدابها في كل فعل يرى أن الله سبحانه وتعالى راضي عن هذه الفعلة لو مراضي عنها أكو في حديث شريف عن أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام أي فعل يريد يفعله ينظر قبل أن يفعل هذا الفعل إلى رضا الله وحين فعل الفعل ينظر إلى رضا الله وبعد ذلك الفعل ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى فهذه تتراكم تجتمع إلى أن في الامتحان الحساس الإنسان ما يسقط فيه إذا تشوف واحد عالم هذا شلون بين عشية وضوحها صار عالم لا يوم حضر درس يوم ثاني حضر يوم ثالث حضر ساعة طالع ساعتين طالع صارت تراكمات تراكمات إلى أن وصل إلى هذه المرحلة إذا تشوف طبيب هذا بيوم الأول صار طبيب لا بدأ درس 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 تراكمت تراكمت إلى أن صار طبيب كذلك الإيمان فعلة وفعلة وفعلة فكرة وفكرة وفكرة شوية شوية مثل هذا الجليد شلون يذوب شوية شوية في الحر واحد واحد فروا انفصلوا عن الإمام الليلة العاشر كانوا أو التاسع كانوا ألف واحد لم يبقى من هذا الألف إلا مئة وعشرين واحد بل أقل لأنه ثلاثين واحد التحقوا يوم عاشوراء من ذلك الجيش إلى هذا الجيش أقل من مئة واحد بقو من الألف ومن الألفيان واحد من الأشخاص الذين كانوا مع الإمام الحسين حينما بايع الإمام الحسين اشترط شرط اسمها مذكور في المقاتل الشرط شنو هو قال آني معك وأقاتل إلى الوقت الذي لا فائدة في القتال إذا شفت ماك فائدة في القتال فأنا في حلم بيعتك الإمام قال له ما يخالف فهذا كان يوم العاشر وقاتل في الحملة الأولى وإلى الظهور وكان من المصلين حسب الظاهر يعني في عصر عاشوراء قال للإمام قال له الآن أنت مقتول لا محالة أنا أكون أدافع عنك لو ما أدافع عنك ماك فائدة في عصر عاشوراء هذا انفصل عن الإمام عليه الصلاة والسلام يعني إجاء التوفيق الأبدي اللي الجميع نتمناه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة اللحظات بعد باقي هستش قد بعديا عاش ما أدري خمسين سنة بعد عاش مثلا لماذا هذا انفصل ولماذا بقي إلى تلك اللحظة بقاء الدليل على أنه كان إلى أعمال صالحة هذا أدت أن يبقى لكن هذه ما كانت كافية لذا في اللحظة الحرجة والحساسة خذل الإمام ومن يخذل الإمام في تلك اللحظات هو في الدرك الأسفل من النار خسر الدنيا والآخرة لذا الإنسان في كل فعله يرى الله قبل هذه الفعله وحين هذه الفعله وبعد هذه الفعله فإذا اجتمعت هذه الأمور ضمن أيام وسنوات وسنوات في الامتحانات الصعبة ينجح فينال المقامات العالية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات